في السياق نفسه أعلن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السيبسي تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من الغد جاء القرار عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي بقصر قرطاجة بعد التشاور مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد ورئيس مجلس النواب المحمد الناصر وشدد السيبسي على أهمية عمل كل أجهزة الدولة على ضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين كجزء رئيسي من منظومة الأمن الوطني الشامل وكعامل معزز لكافة أشكال الأمن